اشجار الزيتون يعني الفكر ده عجبني ان احنا من نتغلب على المشاكل المتابعة احكيلي بقى زي ما انا قلت كده بس بحال اللي حصل عندك ايه اللي حصل وحذرك انا قبل كده كنت بربي البهايم فما كانتش ماشية معايا في النمو يعني فبعاني من مشكلة المياه في الزيتون وفي مع المواشي فانا انا لما سمعت على الجهاز اللي هو بتاع المعالج المغناطيسي اتصلت على طول بيدل تواطر فبعدتلهم التمن في البانك يعني وبعدتلي على طول دي اجراءات الشراء انت هنا عندك حلاب ولا عندك التسمين لا الله هو تسمين تسمين لكن في في واحدة بس اللي هي الامة بس اللي هي الحلابة يعني التسمين بقى معدل التحويل كان النمو عامل اي بيدي كم كيلو في اليوم قبل ما تستخدم الجهاز في الاول انا الحقيقي انا مزارع عادي ما 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 بحسبش يعني او ما عنديش لسه ما اجبتش ميزان يعني والكلام ده كله لكن بالنظرة كده انا انا حسيت فعلا بفرق كبير يعني ودلوقتي لما بيجي الحيوان يأكل ويشرب بتحس ان هو فيه اقبال اكتر على الماء بيقبل على الاكل كمان بيقبل على الاكل وبيقبل على الماء ما فيش مشكلة بالنسبة للماء بالنسبة للكرش والمشاكل اللي بتحصل من الساعات بيبقى فيه سوق هضم هضم ولا كلام ده كله لا لا ما فيش عسر هضم حال العامة نفسها تحسن اه اه والتبول عادي جدا ما فيش فيه اي ما فيش فيه مشكلة خالص